بعد أيام من الانتظار جاءت الجولة الأولى من الرد الأمريكي على مقتل الجنود الثلاثة شمال الأردن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي شيع قبيل الضربات الجنود القتلى أكد أن الضربات ليست سوى بداية الرد الأمريكي وأن جولات أخرى من الانتقام ستستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها الولايات المتحدة لكن بايدن لم يفوت الفرصة للتأكيد مجددا أن بلاده لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم لكنها سترد على كل من يلحق الأذى بها حسب تعبيره البيت الأبيض قال على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن واشنطن أبلغت الحكومة العراقية قبل شن الهجمات وإن واشنطن لا تسعى إلى حرب مع إيران تأخر الرد وما سبقه من تمهيد وتحذير وتأكيد على تجنب الصدام مع إيران لم يرق للجمهوريين في غرفتي مجلس الكونغرس المشرعون الجمهوريون وجهوا انتقادات لاذعة للغارات الجوية التي اعتبروها غير كافية ومتأخرة جدا داعين إلى تنفيذ ضربات إضافية أكثر حزما الانتقادات الجمهورية تركزت على فكرة غياب الردع المطلوب تجاه طهران في ظل ما قالوا إنه سماح لقادة الحرس الثوري الإيراني بمغادرة سوريا والعراق قبل الضربات ولم يظهر جو بايدن في نظر قادة الحزب الجمهوري أي مؤشر على أنه سيعكس ما وصفوه بسياسته الفاشلة تجاه إيران المتمثلة في محاولة استرضاء طهران عن طريق تقديم التنازلات ولا يبدو أن ردا أقل من قصف أصول ومواقع إيرانية بشكل مباشر سيرضي خصوم بايدن السياسيين